إزاي ندي أولادنا مش مبادئ جنسية ولكن مبادئ الحفاظ على جنسه سواء كان ولد أو كان بنت ومن معه يعني حتى إحنا بنشوف اعتداءات بالتلم من أقارب أو من أوري قبر تقولنا إيه على الموضوع؟ شوف لو منتكلم داخل دور الرعاية هيكون دور أخصائي النفس والاجتماعي هو ده دور الأساسي تمام؟ فيه كمان دور أخصائي النشاط اللي موجود فيه الدار هو اللي بيقوم يعني بتنظيم فيه جدوى النشاط موجود فيه جدوى اليومي بيتم تنفيذه وبالتالي ده بيكون دور أساسي وكمان تعزيز مفهوم التربية الإجابية والمنحك إزاي يبقى موجود داخل دور الرعاية وده كان يعني بيشتغل وكان موجود يعني وكمان المجتمع ده كان ليه دور مهم جدا لأن أنا كنت بيشتغل في الوزارة كان فيه كتير جدا من مبادرات كان بيساعدنا مطوعين كانوا موجودين كانوا بييجوا زي وزارات إيه كانت بتتعال معاكم مصر؟ مبادرات مبادرات آه يعني مطوعين كانوا بيجي يساعدون طلاب خدمة اجتماعية لأنه كان ليهم الجزء التدريبي فكانوا بينزلوا مؤسسات الرعاية فكانوا بينزلوا ليهم دور إيجابي مع الأولاد داخل الدور كأخ كبير بقى لي أو كده يعمل أنشطة يعني تدريب عملي مع الطلبة مع الأطفال في دور الرعاية كمان المبادرات الطوعية كان فيه تواصل مع عدد من المبادرات كانت بيتيجي بتعمل تعاون مع دور الرعاية وكانت بتقدر تساعد الأطفال في حماية جسدهم والنزايا والنفسيهم والنظافة الشخصية والسلوك فده كان موجود أعود تاني لموضوع بقى عشان ده يعني جزء مهم جدا خاص به الوصم المجتمعي وده كان بقى بنا وحنا في الوزارة أن الأطفال لما كانوا يعني بيكبروا وبيتخرجوا من الدار ويبدأ بقى يشتغل ويبدأ ينطلق في الحالة العامة فكان بيقابله جزء كبير أن الناس رفضاه ولما الناس تعرفوا أن هو خريج دار رعاية تبدأ المساحة تقل تبدأ الناس تخاف منه يجي يقدم في شغل يقول لك بالذبرة يقول لك أنت مش عارف أصلك ولا فصلك أنا قابلت بمناسبة قابلت ناس كتيرة جدا حالات نجحة هم خلاص اتخرجوا من الدار شغالين وتجاوزوا وخلفوا وهو خريج دار وإحنا عارفين ده بس هو إحنا كان نفسي بقى نعمل دوت وأتمنى اللي إحنا فترة جاي نعمل ده فكرة بقى أواجه المجتمع وأن المجتمع متخبل هذه الحالات أن يكون طفل يتيم ودور عليه ودور على المجتمع أنا احتاج أهل الاتنين الاتنين هو يبقى عنده الجرأ أنه هو يطلع يواجه المجتمع يقول أنا خريج هذه الدار وأنا النهار ده أنا موجود بشتغل أنا أعرف مهندسين شغالين مهندسين محمول ومبيلات دخلوا كلية هندسة وتفوقوا وتفوقوا وكانت حالات نجحة تمام في حالات مش قادرت تواجه المجتمع إحنا عارفينهم مش قادرين فإحنا محتاجين كمان الفترة الجاية اللي إحنا يبقى فيه يعني إيه إزاي نتخبلهم إزاي يبقوا هم خلاص عملوا كل حاجة يعني اتخرجوا من الدار اشتغلوا في المجتمع فهذا الخطوة بقى اللي هو إيه إزاي نتخبلهم ده دور زي ما قلت مش قادر ده دور عليه ودور بقى علينا إحنا اللي إحنا لما نعرف إن فيه حالات كده إحنا نتخبلها اللي إحنا نحتويها يعني دورنا كمان نبقى إيه ندول فرصة تانية منبقاش كمان نقص عليه وظروف اللي عاشها كمان يبقى إحنا يعني بننهي هذه الحالات تانية تانية